بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يا سيدة احنا مدومنا بنجلس مع جليس لازم نعرف الجليس ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه عنه جليس النهاردة ما بيحبوش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا مثل الجليس الحسن وجليس السوق كصاحب المسك ونافخ الكير فرسول الله لما نسأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم انهم بيحبش الجليس ده لانه بيخلي الناس بعد او عن بعض وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيحبش ان نستبق بعد عن بعض وصلى الله عليه وسلم عرفنا معيال القرب من بعض لما ألحظت النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاق اللهم مين يا رسول الله الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويألفون جليس النهاردة بقى ده من الجلساء اللي يموت الألفة في القلوب مش بس ويفككوا المجتمعات مش بس ويزودوا العنف مش بس ويخلي المجتمع متكهرب ويخلي المجتمع عايش في جحيم وعايش في جحيم يمنع الناس من العيش المشترك ويبث فيهم الكراهية إيه ده؟ إيه الجليس السيء ده؟ إيه الجليس اللي زي الشيطان ده اللي يفرق ما بين الناس؟ أهو الجليس دوت اسمه الرفض وشيطانة الآخر إنك تمارس الرفض مع الآخرين وإن أنت تشيطنهم يا ما احنا عايشنا مع ناس كتيرة بتشيطن الآخر وبتحسسهم بالرفض ووصلونا إلى الطبقية الدينية في بعض الأحيين ويحسسني كده في الدين بأنه أنا خير منه أنا المتدين وإنت مش متدين شوفنا ده فالرفض من أكتر الحاجات اللي بتكسر في بنيان الإنسان وبتمحوا علاقاته وكتير من الناس تعرضهم للرفض ويحسسهم أنهم مشوهين منبوزين بيحسسهم أنهم مش مكرمين إنهم ناس إلا الناس ما يستحقوش إنهم يكونوا موجودين في وسطنا وممكن يسبب الرفض إليهم معاناة شديدة جدا جدا والمعاناة تستمر إلى في طول حياتهم اللي هم ساعات بيسموها الترومة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا علمنا حاجة مهمة وهي الناس ما بيدخلوش فكرة الرفض في وسطها لكن هي جزء من الرفض المسلم أخو المسلم لا يحقره لأن الرفض نوع من أنواع تحقير الإنسان الرفض نوع من أنواع التقليل من كرامة الإنسان ما ينفعش إن واحد بيتعامل مع واحد يتعامل معه بأنفة يتعامل معه بأرف ده مش مناسب لتكريمه ولا قد كرمنا بني آدم ده إنسان مكرم ما ينفعش يتبصله كده ده مش شيء ده مش شيء يقزز من عشان محدش تسوله نفسه ويفتكر إن الرفض وشيطانة الناس واحتقارهم شيء هين يعني لازم نفهم كويس الرفض ده ممكن يوصل للناس لإيه بس هل إحنا بنستهون بمارسة الرفض مع الناس ولا بنعمل كده من غير ما ندريه أنا السؤال ده في الحقيقة ما بيهمنيش إن أنا أجاوب على فكرة إن أنا بستهون ولا ما بستهونش أنا يهمني حاجة مهمة جدا يهمني إن أنا مأمور بالقبول وإن الرفض مش حقي فبدل ده مش حقي بدل أنا ما أستطعش إن أنا أخد مال غيري كذلك ما ينفعش أخد نفسي غيري ولا أكثر بخطر غيري عشان كده كم مرة قلت إنك ما تحبش فلال لله في لله ده كلمة خطر قوي قوي وعشان كده بسألك أنت كان مرة قلت أنا ما بحبش فلال لله في لله وكان مرة شفت حد ومن قبل ما تتكلم حسيت إنك مش مرتاح معاه وقلت تشكله كده أنا مش مرتاح تشكله كده محتل ومخادع وكان مرة قلت على حد عشان عنده رأي مختلف عن رأيك إنه ما بفهمش حاجة طب وكان مرة بتحس إنك صاحب أخلاق وقيم عن كتير من الناس اللي حواليك واتهمتهم إنهم ما عندهمش أخلاق وما يعرفوش لدين ولا يعرفوا ربنا هل مرة قلت إن فلان ده عامل نفسه لطيف وحبوب وهو من جوه أسود وحقود ومليان كراهية وبوشين والعيز بالله في ناس كتيرة بتبرر رفضاوا الشيطانتها للناس بإنهم عارفين بواطنهم عارفين اللي جوه الناس عارفين اللي نفسهم بتشتمل عليه لدرجة إنه بيدعي إنه بيرى باطن الناس ومع أن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عجيب علمنا درس مش بس إحنا علم كمان الحب بن الحب مرة سيدنا أسامة بن زيد بيحكي فبيقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية إلى الحرقات فإن حصل فنذرنا فإن حصل فبلغوا ناس فإن حصل فهربوا فأدركنا رجلا حصلنا رجل منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه عدنا نضربه لغاية إيه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بيقول لي مين لسيدنا أسامة بن زيد اللي هو الحب بن الحب بيقول له إيه فقال له ملك وفي رواية ملك أسامة قال ملك بلا إله إلا الله يوم القيامة يعني بيقول له اعتعمل إيف لا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح يعني ألا إله إلا الله عشان هيتقتل قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا ملك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وددت وددته أني لم أسلم إلا يومئذ يعني تمنى إنه هو يكون أسلم في اللحظة دي عشان اللي عمله قبل كده اللي هو قتل هذا الرجل ما يكتبش في إيه في صحفته ولا حضرة النبي يكون سبب أسباب غضب حضرة النبي إلى هذا الحد ولا سبب في قتل إنسان مسلم شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس إزاي ما لكمش دعوة بواطن الناس لكن فيه ناس بتعيش على الرفض وإنه الأساس في حياتنا فالأصل إن أرفض كل إنسان مختلف معايا أو لو هو مش شبهي أو لو كان إنسان غامض وقبل بس الناس اللي شبهي والناس الكمل من وجهة نظري وبناء على معاييري لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الأصل هو قبول الناس مهما كانوا مختلفين لأن الاختلاف سنة وسعة في الحياة وعلمنا حضرة النبي إن تعريف المسلم هو مقترن بالسلام للبشر كلهم فيكون الإنسان المسلم سلام للناس المسلم من سلم الناس من لسانه وياته حتى إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إننا ما نرفضش حتى المخطئين العصاء فنفى فكرة وصمة العاصي آه صحيح المعصية إثم والمعصية بنكرهه وربنا سبحانه وتعالى كره إلينا الكفرة والفسوقة والعصيان لكن ما بحش دينا إن احنا نوسم العاصي لما لعن حد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وتعرفوش أنه جراري إيه طب حتى لو جرارك اللي جرارك زنب الناس كلها إيه يعني عشان أنت تواجعت من ولدك وانت صغير أو مثلا أنت تواجعت من وردك وانت صغير وانت صغيرة ترفض كل الرجالة أنت في عم من عمامك عملك أزاك يبقى كل الأقارب دولة فسدين شفت يا راجل شفت راجل ما بيلتزمش بالأخلاق يبقى كل متدينين دولة سيئين شفت واحدة ست مش حريصة في كلامها ولا دول كل الستات مش م اللسانهم مش ما أظنش انداتي صح كل التصورات دي والتعميم ده التعميم ده مفسدة للحياة وبيخصم من الحياة بيخصم من حياة الناس ويخليهم مش قادرين يشوفوا نعمة ربنا وعشان كده الناس اللي بيحسوا أن الناس رفضانهم وأن شيطانتهم بقت سهلة عن الناس بيحسوا بأن هم بقوا موقود لنشوة الآخرين ويمكن ده صحيح أن بعض الناس اللي هم بيشيطانوا الآخرين وبكده بيحسوا بنشوة أنهم أفضل من غيرهم ونسيوا أن فكرة النشوة بأنك أنت أفضل من غيرك هي نشوة شيطانية نشوة جاية من عالم أنا خير منه وعشان كده حضرت النبي بيابي هو أمي صلى الله عليه وسلم حذرنا وخلنا منتبهين لما قال لنا لا يدخل جنة من كان في قلبه مسقال زرة من كبر طيب نعمل إيه؟ ده رفض الناس ده وشيطانتهم أنا ساعات بشوفه في حاجات كتير بس ممكن حد يقول لي طيب هو رفض الناس وشيطانتهم ممكن تقول لي كده بيظهر فين أقولك أول حاجة يظهر في فرز البشر لما نقعد نفرز البشر فلان ده ملتزم وفلان ده مش ملتزم فلان ده عنده أخلاق وفلان ده ما عندهش أخلاق فلان ده مؤدبة وفلان ده ما عندهاش حياء فلان ده ما عندهاش دين وفلان ده عندها دين فلان ده سوي وفلان ده نرجسي من غير ما نعرف ايه هي سمات السواء ولا امتى الانسان ممكن يكون مصاب بالطراب النرجسية ما نعرفش بس احنا عادين بنفرز والفرز ده على فكرة وصل الناس في كتير من الاحيين انه يحتكروا الدين يعني هذا الفرز خلى فيه ناس اعتبروا الدين بتاعهم واعتبروا ان الناس المخالفين ليهم اللي اتفرزوا في الناحية التانية دول دول عداء الدين ودول اللي بتجرقوا على الدين واصبح كتير فريق كتير من اهلنا والناسنا الطيبين دولا مش اهل دين ومش ممكن يكونوا مصدر لنور ممكن يحصل لنا في حياتنا لان هم عوام ما عندهمش نور انا ما بقصدش ان احنا نتعلم منهم الدين لكن نتعلم منهم الاخلاق سعاد نتعلم منهم حب الله سعاد التعلق بالله سعاد كتيرة الرضا سعاد كتيرة فقعد فيه ناس ينخواروا في ده ويبوازوا ده لغاية ما الناس حصل لهم اي يعني حصل لهم وسواس وبقوا يشكوا في الناس وبعضهم يعني من الكتر ده ما بقاش يشك في الناس بقوا يشك في عبادته فتحول الى الوسواس في العبادة يبقى اول حاجة فرز الناس اول ما تلاقي واحد بيفرز الناس اعرف ان هو بيعمل ايه بيجهز لشيطانته وفرزوا للناس ده اتنوع من انواع رفضهم انت مش من مش من مسؤولياتك ولا من وظائفك كانسان ان انت تفرز حد خالص يعني لو تمامت ما واحد من غير ما احطه في مجموعة ولا احطه في فئة ولكن اعتبره انسان زي زيه لا يؤمن وحدكم حتى يحب لي اخيه ما يحبه لنفسي اهي كده فيها فرز يبقى مش لازم افرز تاني حاجة وصم الناس اول ما تلاقي نفسك او تلاقي حد بيوصم الناس اعرف ان وصمته دي جزء من شيطانته للاخرين طب اه يفتد يستفيد ايه لما يوصم الناس يستفيد حد كتير لما يوصم الناس اول حاجة يستفيدها بشكل واضح ان الناس دولة تحتية وهو فوقهم ان هو ممكن يتندر لما يحب يطمن نفسه على نفسه ان هو يذكر الناس دي فيتطمن ان هو كويس وفي ناس وحشينهم حتى لو انا احسن الوحشين اهم حاجة ما كنتش وصلت للوصمة اللي انا وصمت بها الناس دي فيه وصمات كتيرة بقى عندنا ووصمات دي انا ما معرفش يعني الناس ازاي العقل بيوصلهم الى هذه الوصمة زي مثلا وصمة المطلقة مثلا ووصمتها بان هي فريسة ليس سهلة لاصحاب النفوس المريضة وان هي ما تصلحش لزواج اخر دي وصمة انا ما معرفش الناس بيجيبوها منين وصمة زي مثلا وصمة ان ما فيش راجل الا والخيانة في دمه يعني احنا لما عملنا تحليل دم للرجالة طلع دمهم فيه كرات دم بيضة وكرات دم حمراء وخيانة زي ان الناس مثلا اللي عايشين في منطقة معينة دولة كلهم بلطجية ونكتشف بعد كده ان بيطلع منهم علماء ويطلع منهم ناس طيبين والحياة عايشة وانت دخلت المنطقة وما طلعتش لا مسروق ولا متعور ولا اي حاجة ولا جد ولا جد لقيت ناس في المساجد مليانة ولقيت الناس بيتعامل مع بعض بالتراضي ولاقيتش كل الكلام اللي انت بتقوله بس انت وصمت المكان دهت ليه عشان تقول ان انت المكان اللي انت فيه ده افضل بكتبه من المكان الملعون اللي فيه الناس التانية زي مثلا وصمة ان الناس اللي بتشتغل شغلانة معينة ما عندهمش نزاهة ولا عندهم اخلاق كل الوصمات دي بتقول ان انت بتشيطن الناس وترفض الناس في وظائف كتير انا مش هايزة اتكلم بس الناس بتعتبر ان الناس اللي في الوظيفة دي نصابين الناس اللي في الوظائق اه شوف انا لما قلت كده جي في خيالك على طول الكلام ده من كثرة ماذا من كثرة هل ازي عالي ان احنا في الوظائق الناس اللي احنا بنقول عليهم كده احنا بنحتاج لهم فوعال احنا بندعم النصابين ولهو احنا في ناس قلة بيحملهم بيمرسهم الممارسات دي وبيشويهوا بقى الناس واحنا كمان بنساعد في تشويه الناس دي تالت حاجة بتيظهر فيها بقى الشيطانة ورفض الناء ورفض الاخر القائل الاتهامات كده جزافا زي الاتهامات اللي اللي بيزور مسلا قال البيت والصالحين بالشرك يا نارا بيض يعني كل الناس اللي بحبهم دولا وبيزوروا قال البيت مشركين يعني مشركين يعني ايه يعني دولا يبقوا مع مشركين قريش ايه دا يعني اللي بيحب قال البيت عشان حب رسول الله ويروح يزور أوليها اللي الصالحين بأتبار ان هي مش مقابر مش مقابر بس لمقابر وفيها ناس طيبين فبينفذ سنة رسول الله يبقى كده بيشرك ايه اللي اغبطة دي انا مش فاهم اه بس الشخص اللي هو بيفرز الناس دي والشخص اللي هو بيوزع الاتهامات دي لان هو شخص شايف ان الناس دولا شياطين واحنا عايزين نبعد الناس عنهم فلما تجي تقول له الشياطين ليه يقول لس انت ما تعرفش عقيدته ما تعمل ايه في الحياة اقول له اه يعني يعني عقدتهم ازاي يعني ما انا شايف ناس مؤمنين قال لي لا 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 ما تعرفش انت ما تعرفش القبورية دي ولا الشرك ده ممكن يعمل ايه في الناس بس انا شفت الناس طيبين فيبدأ الشخص الطبيعي لما يسمع كلام الشخص اللي بيشيطن الناس دي يعتبر اذا كانوا الناس دولا طيبين شياطين يبقى المجتمع كله مليان بالشياطين في شيطن المجتمع كله زي مثلا اتهام البنت اللي بتسكن وحدها ان هي مشكوك في اخلاقها وان كان هي ما عندهاش اهل ولا ناس فيبتد الناس يتهموها ويرموا عليها الاتهامات ان هي انسانة مش محترمة طب تعمل ايه تعمل ايه وهي ما عندهاش اهل تعمل ايه لو هم زي ما بالتعبير ويقولوا كده مقطوع من شجر ده بدل ما الناس كلها تقف واتحوتها نرميها بالاتهامات ان هي انسانة مش محترمة اظن حاجة مستحيحة رابع حاجة وده شيء مهمة اوي ان الناس بتشيطن الاخرين بيظهر اوي في شيطنة الاخرين في ايه في تبريل العنف زي تبريد عنف الجسد مثلا تجاهي الستات اللي بيتحرش بيهم انا ما عرفش انهي دماغ وانهي اخلاق وانهي شعور تخلي راجل عنده عقل مش عنده صفيحة في دماغه يبرر ان الست تم التحرش بيها لانها تستهل كده حدش يستهل قلة الادب لانها تستهل كده لانه ما عندهاش اخلاق ولا تعرف دير ربنا لما كانت ما كانتش لابسة ازي الشرعي بس كده انت كده نفسك رضيق يبقى انت عشان ما تقومش بمسئوليتك ولا تحمي عرض اعراض المسلمات عشان تطلع انت باشا زي ما بقولوا كده تروح انت اتهمتها وانت كده خلاص وطلع المتحرش كده خلاص الرجل ده كده المتحرش ده بينفذ امر الله فيها انه هو المتحرش ده ما هو الا اداء من ادوات توصيل عقاب الله لتلك المرأة غير محجبة اللي مش لابسة ازيش عباسية عشان كده شيطانة الاخر ده بتوصل بتوصل المجتمع الى مناطق مسيئة وبالمناسبة بدل الشيطانة الاخر دي بيتبرر العنف فالشك ايضا هي الزهير الاساسي للتطرف والزهير الاساسي ان الناس تأذي بعضها ففي الحقيقة قفت ومعصية اه معصية معصية الرفض الرفض ده معصية بتسمح لاي تطرف انه يان لان الرفض يشغل ومشعل للكراهية في قلوب الناس انا هكذبش عليكم يخلينا بس اتكلم بصراحة انا ايه اللي بيخلينا اتكلم عن ده لا فيه مشكلة فيه مشكلة منسوب الحب ومنسوب الحب في المجتمع القل ومنسوب الكراهية اللي زرعه زرعه التدين الكمي وزرعه الناس عمل كراهية كتير ما بين الناس في بعض الاحيان تحس ان فيه غل ليه كده انا عمرو انا بكلمكم كده انا لو انا اصلا مش حبيبكم ومش بتمنى ان حبي ليكم يوصل لكم انا ايه اللي يخليني اطلع اتكلم معاكم لان انا حاسس ان احنا ممكن نعمل حاجة مع بعض نغير شيء لذلك عمرك عمرك ما تعيش في امان غير لما تشوف اللي حواليك كأنهم انت لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسي من زمان قالوا لنا ما فيش مجتمع بيعيش بيالله نفسي ويولع المجتمع بعد كده محدش ما فيش مجتمع بيعيش كده ابدا فهل انت تحب لنفسك ان الناس ترفضك وتشيطانك طيب طب بطل رفض بقى بطل رفض الناس فالناس ما يرفضكش ان القاعدة بتقول واحفظها طول حياتك واللي هتحفظ بيها حياتك اكثر الناس الذين يعانون من الرفض هم الذين يمارسون الرفض فحاول ان انت نفسك ما تمارس الرفض عشان ما يمارس معاك الرفض طب نعمل ايه بقى لاني واضح ان مسألة كده مليئة بال بالمقاسي في ناس مرفضين كتير في ناس متحبش شكلها في ناس متحبش لونها ما متحبش جسدها بتحبش كلامها متحبش فكرها بسبب الناس اللي رفضوها يما ناس حست ان هي ملعب الزوات لما الناس رفضوها وحسوهم ان هم إلا ويما ناس تركوا الدين بالكلية عشان حد قال لهم ان هم الناس مشركين او ناس estimates ما عندهمش دين فما عارفوش يعملوا ايه فباظت منهم الحكاية السيولة الدينية أحد أسباب السيولة الدينية اللي احنا عايشينها هي ممارسة الرافض وشيطانة الآخر فأول حاجة لازم نعملها كلنا نتواصل بها ونعاهد عليها رسول الله سلم عشان يتشفى علينا عشان ربنا يقبل عهدنا ان احنا ايه ما نرفضش حد من أول مرة ابدا نمسك نفسك لما تجد تتعامل مع حد أول مرة لو انت أول مرة رفضته انت اعرف ان انت عندك باق ده رفضه يا شيطان ولما تعمل كده قل لي نفسك اتق الله فلو ما قدرتش تحبه ما تكرهوش ولا تتهمه ولا توسمه مش حقك كل دي معاصي هتجي تقول لي تبعمل ايه زي ما عملت في المعاصي توقف عنها ذكر نفسك ولما تحس ان في حاجة نفسك اللي في مرة بالسبب تتحرك من كله من جوه اقرأ المعوذتين واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ المعوذتين ثلاث مرات واقرأ قلوا الله واحد ثلاث مرات عشان تتذكر مولاك سبحانه وتعالى تاني حاجة لازم تعملها حاول تشوف في اي انسان انت بتقابله الخير والجمال حتى الناس اللي انت رفضوا ان الله كتب الاحسان على كل شيء الناس ده اكيد فيها حاجة حلوة لو اتعلمت ان انت تشوف الحاجة حلوة في الناس احتمال كبير جدا جدا ما تبقاش محتاج للرفض لكن ممكن تكون شفوق على الناس راحين بالناس فلما تيجي تنصح مش بتنصح لانك انت السيد مش انك انت اللي فاهم مش انت انك انت بتعلم شوية الناس اللي ما يستحقوش العيشة دي لا بتعمل كده ليه لانك تشوفوك عليهم وانت ترحمهم كما ترحم نفسك الرحمون ارحمهم الرحمن وتعالى فتبقى النصيحة من باب ماذا من باب مش انك انت بتعرفهم وما بيعرفوش لكن تبقى النصيحة ان انت عايز تكون يدا وعونا لهم على انهم يكون في احسن حال لان انت شايف انهم زيك الفرق بينهم بس انهم يتقدموا الخطوة اللي انت بتنصحهم فيها التالت حاجة لو انت اللي تعرضت للرفض ما تخليش قلبك يتشوف بنر الانتقام ولا تخلي ثقتك بنفسك تهتز انت عبد مكرم والله سبحانه وتعالى ما رفضكش وهي دي القصة ان الله يقبلك ان الله سبحانه وتعالى يقبلك هي هذه مسألة وهو معكم اينما كنتم اللي رفضك هو اللي عنده مشكلة وذلك نسأل الله سبحانه وتعالى انه وعافئ لبنا من معصية الرفض ويجعلنا متحبين دائما وان يجعلنا دائما نرى ان الحب هو الذي يخلص المجتمع من الانتقام ويخلص المجتمع من الكراهية ويفتح لنا ابواب الاقبال على الله فالمتحبون مش بس على منابل من نور يوم القيامة المتحبون والحب والعيش المشترك هو الاحتياط الانسان الحقيقي في المجتمعات العيش المشترك والحب ونبز الكراهية هو في الحقيقة اكبر رصيد يمكن ان نعتمد عليه لكي نستثمر في الانسان الحقيقي الانسان الحقيقي هو الانسان المتزن الذي ليس فقط يرفض الرفض وليس فقط يرفض شيطانة الاخر بل يسعى الى كرامة الكل لان الكل كرمهم رب الكل سبحانه وتعالى يا رب اجعلنا دوما نبث النور والبركة والحب والمؤانسة والتعاون على البر والتقوى والعيش المشترك واجعلنا دائما يا رب حصونا لهذه الحياة من ان يتنالها نيران الكراهية اللهم اطفئ بنور قلوبنا وطيابة قلوبنا كل نار يشعلها من يرفض او يشغلتن الاخر للكراهية جعلنا يا ربنا بردا وسلاما على عبادك المؤمنين وعلى عبادك يا رب العالمين في كل وقت محيب بعد الفصل يا سيدا نلتقي عشان نجيب على اسئلتكم مباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ولكن بعد الفصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم مباركة ونخص لها وقت اللي كي نرد على اسئلتكم واستفساراتكم بكل حب وكل سعادة وبنعتبر ده نوع من انواع مننا تالله سبحانه وتعالى علينا ونعمة من نعمة ربنا ان يخلي مجالس العلم مستمرة ومفتوح لنا والسبب فضل الله سبحانه وتعالى باسئلة حضراتكم تعالوا نشوف اول سؤال وصلنا بيقول ايه بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مطلب من جوزي حاجة لي او لأيالي يقول حاضر ويكبر دماغه واي حاجة تخصه هو واهله فلوسها جاهزة انا تعبانة نفسيا ومش عارفة اعمل ايه وبيعرض على اخوه ييجي ياخد فلوس انا مش عارفة ليه كده انا كويسة مع اهله وهم بيحبوني هي بتقول ايه اظن ان هي عايزة تقولنا ان احنا مش اولوية من اولويات حياته طبعا ان هي تحس ان هي مش اولوية من اولويات حياته ده احساس مش ايجابي ولو كان الاحساس ده جاي من حقيقة يعني اذا كان فعلا الزوج ببيخليش اهلهم اولوية لكن ايه اللي حاصل يؤخرهم يؤخرهم ما تحملهم يؤخرهم مع امكانية ان هم يعيشوا حياة مستقرة اهم حاجة لازم نحرف ان من الاولويات عند الاحتياج وعند ضيق الحال هم الاهل لان رسول الله سلم قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي ورسول الله سلم كمان قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول انه ويضيع الناس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى اوكله ان هو يعمل ايه يحافظ عليهم ولذلك لازم نفهم ده كويس اول اللي بيحصل من زوج حضرتك ده لو كان نوع من انواع الاقاب ليكي او للاولاد ان انتوا ما بتقدروهوش وما بتحترموش فده حرام ما ينفعش الواحد يعاقب حد بان هو يأثر في حقه نحو ده حقكم حقكم ان هو يرعاكم ويحافظ عليكم فكرة اه عدم التأدير وعدم الامتنان ان هو ممكن يحس بيها ان هو يحس ان في حد مش حاسس بي في حد مش حاسس ان هو لابد ان هو يمتن له له على بقدر ما يبزل وان اللي فضله اهله لان هم دولا مش هيتغيروا موجودين في البطاقة موجود اسماءهم موجودة مع مختلطة باسمه مع اولاده نفس الحكاية مع اولاده كذلك اسماءهم متأهمة امه الامتداد بتاعه فليس هناك مبرر ان هو يأثر مع حضرتك ومع اولاده لكن انا برضو بخاف وانا بجاوب على مثل هذه الاسئلة ان الزوجة تكون خلطة ما بين الواقع والمشاعر يعني ايه الواقع والمشاعر يكون زوجها بيحاول يوازن ما بين اهله وما بين البيت والبيت ماشي لكن هي عايزة البيت يبقى زي ما هي بتحلم وهم كفيهم لكن هي مش عايزة اي مليم الا يكون لأهل البيت ده بس ما فيش بيء ما فيش مليم يروح لصدقة الاقارب في حاس ما هي صدقة الاقارب الصدقة اللي بيبذلها الشخص لأقاربه وخاصة من اقاربه اصحاب الدرجة الاولى فبتبقى صدقة وبتبقى كمان صدقة لها ثوبان ثوب الصدقة وثوب القرابة فاذا كان دوت فانا بنصح حضرتك بقى مش بنصح هو ان انت تكوني عونا له على نفسي مش عونا للشيطان عليه فاذا كان هو ازا ما بيقوله كده مش مأثر والحمد لله الخير يكفي ده وده فحضرتك ما تعمليش ايه ما تمنعوش ابدا من ان هو يعمل الخير وخاصة في اهله لان الخير اللي بيعمله في اهله مش هقولك بس يقعد في اولادك لا ده بيربي اولادك بيربي اولادك واعلمهم ان هم طيبين يعلمهم ان حياتهم فيها ركائز ان حياتهم ما تبقاش مهتزة ولا يبقى هم ناس تفهين ولا حاسين ان هم ما لهم زي جذور اهتمام اي حد ببر الوالدين او بصلة الارحام بيخلي اولاده يتربوا على ان هم ليهم جذور ويتربوا ان هم مش يتسولوا ان يندرجوا او ينتموا لاي اسرة اخرى في هذا الترابط وده بيحصل كتير الاولاد لما بيلقوا اسرتهم ما فيهاش معنى الترابط ده والتماسك بيروحوا يدوروا على اي اسرة ينتموا اليها لدرجة انا نراصد مثلا في الارشاد الزواجي ان كتير من الزوجات اللي بيبقى عندهم مشاكل في تنشئتهم فيما يتعلق باكتمال الاسرة يعني الاسرة ما كانتش مكتملة لأي علا من العلل سواء الا كان سببها الزوجين او الا تتعلق بقضاء الله سبحانه وتعالى بان مثلا والدها توفي وهي عندها سنتين ثلاثة او حاجة زي جدا بيحصل ايه؟ بيعانوا بشدة ان هم عايزين يدخلوا اسرة مثلا زوجها عايزة تدخل اسرة زوجها فتبقى بنت حمتها فهي بتبقى مقبلة على ده بس هي عندها هذا الشغل فتجي تتعامل مع حمتها انت ازاي ما عملتينيش بنتك ده انا كنت بتمنى ان انا تبقى بنتك اه بس على ذكرة هي مش مضطرة ان هي تتعامل معاك بهذا التعامل هي تتعامل معاك بالحسنة لكن هي تتعامل معاك على انك بنتها فيعارفة كل اللي عارفته عن بنتها طول ما تربيتها مش بالضرورة احنا ممكن على ذكرة مش ايها اللي اما تتعامل معاك على انها بنتك او لأ لا مش صح ليه طيب لان في اسباب كتير بتخلي الناس نتعامل ويفضل كل واحد فيهم سهل وهين ولين وطيب ايه المسمى اللي هنحطه مش مهم المسمى لكن اهم حاجة القيم والاخلاق اللي بتجمعنا طب انا بقولك يا حضرك كده ليه بقول لحضرك ان انا عايزك تفكري شوية هو انت خلطت ما بين مشاعرك وما بين الواقع اللي حاصل ولا يبقى اذا كان جوزك كان بيفرط وكان بيأثر في حقكم وكان بيعرضكم للخطر او ده تضيع من يعول وده حرام اتفاق يبقى ايه اللي حاصل واذا كان لا زوجك الحمد لله راجل معتدل وبيحاول يحافظ هنا وهنا فكون يعاونة لا يزداد حبا لك مش العكس مش ان هو ده زوجي يبقى ملكي وما عندوش اي صدات تانية ولا علاقات تانية هو بتاعي انا وبس بتاعي انا واولادي وبس لا الشرع الشريف ما بيقسش ان الرجل ملكي للمرأة ولا المرأة ملكي للرجل فعشان كده بقول لحضراتك شوفي انت مين في الاتنين السؤال بعد كده بيقول مولانا هو يعني ايه الامل طبعا السؤال ده ده ممكن اجاوبه كده زي ما السؤال بيعرف له الامل هو ايه الامل هو رؤية فسحة في الحياة بما يعني انني استطيع ان اتقدم الى مزيد من الخير في حياتي هو ده هو ده الامل يبقى لا امن لانا شايف فسحة في الحياة فرجة كده في الحياة فسحة في الحياة كده يعني حتة في الحياة كده وسعة فسحة توريني ووسع الله في الحياة يعني الفسحة دي بتخليني ايه احس بي ماذا أن الله سبحانه وتعالى وسع هذا الخلق وجعل الحياة من عالم الوسع فالأصل في الحياة هو الوسع فلو سألتين يعني إيه أمل أو لو سألتين يعني إيه أمل فأقول لك أمل ده أصل الخلق يدعو إلى الأمل لأن ربنا قال وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فالأصل في الحياة الوسع الأصل في الحياة مش الضيق الوسع يعني إيه الأصل في الحياة الوسع لأن الأصل في الحياة أن ربنا سبحانه وتعالى معنا وأي مكان نكون فيه مع الله فهو واسع لأن اسم الله الوسع يتجلى بيه علينا طب أنا لو ما شفتش الوسع ده يبدأ المشكلة في نظري أنا مش المشكلة في وجود الوسع وعليه فيبقى الأمل أنا دائما بقول الأمل ترد حاجات الأمل حالة إن واحد عنده أمل فهو في حالة أمل والأمل قيمة يعني الأمل ده لو نسبنا الشيء ده إلى الأمل يبدأ الأمل ده شيء عظيم يبدأ الأمل حالة للإنسان والأمل كمان قيمة والأمل كمان حقيقة وغاية يعني لازم الإنسان دائما يبقى عنده أمل ويصد إلى الأمل ثم يحقق أملا آخر ويستمر ودايما بقول لأحبابي لماذا خلق الله الأمل ليستمر العمل إن الله يحب من العمل أدومه وإنقل يبقى إيه اللي حاصل يبقى الأمل ده ربنا خلقوا عشان الناس تستمر في الحياة ولذلك الأمل ده ارتبطت فيه سنة مهمة جدا في الحياة إيه اللي حاصل من السنة إن ربنا ربطها ربطها جعلها في الحياة سنة اسمها سنة السعة اللي هي السعة أن الكون يتسع ويضيق بحسب رؤية بصيرتك يعني بحسب البصيرة أنت ممكن تشوف العالم واسع أو ضيق ولذلك دائما بقول كده لن يستطيع الإنسان أن يكون من أهل اليقين من حفظ رب العالمين ومن أنه وقع له التدبير أن يكون من المخلوقين إلا عندما يعمل إلا بالعمل بأمل يبقى الإنسان لن يستطيع أن يرى وسع الحياة التي خلقها رب العالمين لأن ربنا مش يخلق حياة كده ربنا ما عندوش يعني ربنا لا يحتاج إلى إمكانيات لكيخلق الحياة لأنه أمره إذا أرد شيئاً أن يقول له كن فيكون ويمين الرحمن ملأ سحاء الليل والنار يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما وسع الحياة لم ينقس هذا من ملكه شيئاً يعني إيه؟ يعني إذن ما الدوافع الأساسية للأمل خمس دوافع الأصل في الحياة السعة أن العمل لا أستطيع أن أداوم فيه إلا إذا رأيت هذه السعة والأمل عين للبصيرة يرى فيها سعة رب العالمين يبقى الأمل يبقى إيه اللي حاصل؟ الأمل ده بيكون تحقيق لسعة في الحياة أمر الثاني ينقل هذه السعة إلى العمل فيعمل الإنسان والأمل كمان هو مسؤول بث الهم بماذا؟ بمدد المولانا سبحانه وتعالى في قلب الإنسان والأمل كمان هو أهم شيء ممكن يعبد الله به الإنسان عندما تأتي الأشياء فيقرأها قراءة من عند نفسه الأمارة بالسوء والشيطان فالأمل أهم أداة من أدوات تسكية النفس لأن الأمل بيخرجني من ضيق نفسي إلى سعة رب العالمين فالأمل مش بس همة في العمل ومش بس رؤية للعمل للوسع الذي ينتقل إلي العمل لكن أهم حاجة كمان أن الأمل تسكية للنفسي من أن تغرق في الوجل عندما لا ترى الله الأجل لا ده بينتشني الأمل بينتشني بقى من ده ويوريني جمال رب العالمين آخر حاجة وخمس حاجة أن الأمل يجعل للحياة طعم من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى أجعلها في الحياة وجعلها سنة الأمل عشان يجعل الإنسان يلتلزز بالحياة ربنا أجعل الحياة دي ومن أعظم ما يكسبها الطعم ويجعلها في حالة معرفة وموصلة لله هو الأمل الأمل مش هو الوهم الأمل مش إن الواحد يتوهم حاجة الأمل يعني إن إنسان يعرف إن الأصل السعة وعليك إن أنت تبحث حتى تجد هذه السعة السؤال بعد كده بيقول ما حكم شقق الإسكان الاجتماعي هل هي ربا؟ لا ليست بربا لأنه شايف إنه هو بيدي لك الوحدة بدمن بالتأسيط أكتر من دمن الوحدة عندما تكون كما يقوله كاش يعني لا ده نوع من أمواع البيع بالآجل وده صحيح يبقى إذن يبقى حكم شراء الشقق الإسكان الاجتماعي اللي أنا بقول عليه ده إنه إحنا نكون نوح ناخد هذه الشقق ونعمل إيه؟ ونقصة تمنها ونسدده على أقصات وبعد كده يبقى هناك حظة على البيع لغاية ما أسدد الأقصات فده ليس فيه ربا ولكن هذا جزء وشكل من أشكال البيع بالتأسيط بيع الوحدة بالتأسيط يا سادة إحنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة خالص اتكلمنا عن جليس سيء بس حاولناه إلى عمل إيجابي جليس السيء كان هو الرفض وشيطانة الآخر والعمل الإيجابي هو نشر الحب والعيش والسواسية ونبذ الكراهية والعيش المشترك وكل هذا سنة حبيب الرحمن سيد ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعانا دائما إلى الخير في كل زمان ومكان فاجعلنا على ملته واجعلنا في صحبته واجعلنا على قلبه واجعلنا في طيبته يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين